السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب صف سادس ابتدائي اليوم ان شاء الله في مادة الاجتماعيات في الاسبوع الثاني عشر سيكون موضوعنا عن موقع وطني المملكة العربية السعودية وايضا مناخ وطني المملكة العربية السعودية الدرس الثالث عشر موقع وطني الموقع الفلاكي اخذنا في الدرس السابق خطوط الطول ودوائر العرض اليوم الموقع الفلاكي ماذا يقصد بالموقع الفلاكي لوطني يقصد به هو موقع وطني المملكة العربية السعودية بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض وهي تقع بين دائرتين عرض 16 درجة و32 درجة تقريبا شمالا خط الاستواء على مدار اكثر من 16 درجة عرضية وبين خط الطول 34 و55 درجة تقريبا شرق خط جيرنيتش وهذا يعني ان المملكة في العروض المدارية الحارة الذي يعني هنا عندما اسألك واقول اين يقع مناخ وطني او ما هو موقع وطني المملكة العربية السعودية ما هو الموقع الفلاكي لوطني المملكة العربية السعودية تقول ان المملكة الفلاكي ان موقع وطني المملكة العربية السعودية بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض هو ان المملكة في العروض المدارية الحارة ان المملكة في العروض المدارية الحارة ننتقل إلى سفحة 91 الموقع الجغرافي هنا كان الموقع الفلكي هنا الموقع الجغرافي ماذا يقصد بالموقع الجغرافي لوطني يقصد به موقع وطني المملكة العربية السعودية بالنسبة للعالم والدول المجاورة والمسطحات المائية حيث تقع المملكة العربية السعودية في أقصى الجنوب الغربي من قارة أسيا يحدها غربا البحر الأحمر وشرقا الخليج العربي والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر وشمالا دولة الكويت وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية وجنوبا الجمهورية اليمنية وسلطنة عمان تقع المملكة العربية السعودية في أقصى الجنوب الغربي من قارة أسيا تشغل المملكة العربية السعودية ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية وتمتد على مساحة تبلغ 2 أو مليوني كيلومتر مربع وتأتي في المركز الثالث عشر بين دول العالم من حيث المساحة والثاني بين الدول العربية بعد الجزائر سمات الموقع الجغرافي أولا السمات السياسية والاقتصادية نقول تحوي ثروات أي المملكة العربية السعودية تحوي ثروات طبيعية ضخمة ففيها ثاني أكبر احتياط نفط في العالم وهي من أكثر الدول إنتاجا للنفط والغاز الطبيعي المملكة العربية السعودية فيها ثاني أكبر احتياط نفط في العالم والله الحمد وهي من أكثر الدول إنتاجا للنفط والغاز الطبيعي لذلك فإن المملكة تحوي ثروات طبيعية ضخمة استمع معي المملكة العربية السعودية هي قلب قارات العالم الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا المملكة العربية السعودية هي قلب قارات العالم الثلاث آسيا وأوروبا وإفريقيا تحيط بها ثمان دول عربية تطل على أكثر المعابر المائية أهمية وهما البحر الأحمر والخريج العربي فيها العديد من المنافذ البحرية المهمة تقع غرب المعبر المائي الفاصل بين قارتي أسيا وإفريقيا تتوسط شبه الجزيرة العربية ودول الخليج العربي مراجعة سريعة قلنا أن الموقع الجغرافي أن المنوك العربية السعودية تقع في أقصى الجنوب الغربي من قارة أسيا ومن سماتها أنها توي على ثروات طبيعية ضخمة ففيها ثاني أكبر احتياط نفط في العالم وهي من أكثر دول إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتقع قلب قارات العالم الثلاث أسيا وأوروبا وأفريقيا نشاط واحد صفحة رقم 92 تعد كازاخستان أكبر دول العالم الإسلامي مساحة تريها الجزائر فما مرتبة المملكة العربية السعودية بين دول العالم الإسلامي مساحة كازاخستان أولا ثانيا الجزائر من حيث المساحة ثالثا المركز الثالث هو المملكة العربية السعودية من حيث المساحة إذن مرتبة المملكة العربية السعودية من حيث المساحة في العالم الإسلامي المركز الثالث ثانيا السمات الدينية والثقافية ما هي السمات الدينية لوطني الحبيب المملكة العربية السعودية فيها بيت الله الحرام قبلة المسلمين الكعبة المشرفة مكة المكرمة وفيها أيضا مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبره الشريف المدينة المنورة هذه صورة المسجد الحرام وهذه صورة المسجد النبوي ثالثا السمات الحضارية والتاريخية السمات الحضارية والتاريخية لوطني المكة العربية السعودية أنها مهد الحضارات حيث شهدت أكثر من ثلاثين حضارة مهد الحضارات حيث شهدت أكثر من ثلاثين حضارة تتوسط حضارات الصين والهند والحبشة وذابل في العراق والفراعنة في مصر فيها أول بيت وضع للناس اللي هو مكة المكرمة الكعبة المشرفة نشاط رقم اثنين يستنتج طلبة الحضارات الواقعة داخل حدود المملكة العربية السعودية هناك حضارة ثمود والأنباط ومدين والمقر القديمة ودلمون ومملكة كندة يبقى إذن الحضارات الواقعة داخل حدود المملكة العربية السعودية حضارة ثمود والأنباط ومدين والمقر القديمة ودلمون أو دلمون ومملكة كندة يستنتج طلبة الحضارات المشتركة مع المملكة العربية السعودية ما هي الحضارات المشتركة مع المملكة العربية السعودية مملكة حمير ومملكة معين وقوم عاد مملكة حمير ومملكة معين وقوم عاد نراحز هنا للإطلاع أيضا حضارة ثموت حضارة المقر القديمة في المنطقة المتوسطة حضارة دلمون أو دلمون في جزيرة تاروت حضارة قومعات حضارة مملكة معين أو معين حضارة مملكة كندة مملكة حمير الأولى والثانية ننتقل إلى الدرس الرابع عشر مناخ وطني المملكة العربية السعودية المناخ ما هو المناخ؟ ما هو تعريف المناخ؟ المناخ هو عموما حار صيفا وبارد شتاء مناخ المملكة العربية السعودية هو حار صيفا وبارد شتاء مناخ المملكة العربية السعودية حار صيفا وبارد شتاء وتهطر الأمطار في فصل الشتاء كما يتصف مناخ وطني المملكة العربية السعودية بالتغير من منطقة لأخرى لماذا؟ لاختلاف التداريس على التفصيل الآتي إذن مناخ وطني لك العربية السعودية هو حار صيفا بارد شتاء وتهطر الأمطار في فصل الشتاء كما يتصف مناخ وطني بالتغير من منطقة لأخرى لاختلاف التدريس هذه التدريس مثلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وهو مناخ معتدل شبه جاف المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية مناخ معتدل شبه جاف المناطق الوسطى حار صيفا بارد شتاء المناطق الشمالية أيضا حار صيفا بارد شتاء الربع الخالي حار صيفا بارد شتاء نلاحظ أن المناطق الوسطى والمناطق الشمالية والربع الخالي كلها حار صيفا بارد شتاء السواحل حار صيفا ولكن معتدل شتاء ترتفع فيه الرطوبة إذن مناخ وطني حار صيفا بارد شتاء تقع أجزاء واسعة من المملكة العربية السعودية ضمن الحزام الصحراوي المداري اذكر العوامل المؤثرة في مناخ وطني المملكة العربية السعودية ما هي العوامل المؤثرة في مناخ وطني المملكة العربية السعودية أولا الموقع الفلكي ثانيا الموقع الجغرافي الموقع الفلكي والموقع الجغرافي ما هو الموقع الفلكي؟ يؤثر الموقع الفلكي في وطن المملكة العربية السعودية لما يأتي أولا وقولها ضمن الإقليم الصحراوي المداري الجاف وهو ما جعلها في مواجهة الرياح التجارية الجاف فشتاء والرياح القارية الجاف فصيفا لذا يتسم مناخ المملكة بالجافاف على مدار السنة تعامل الشمس على مدار السلطان تعامد الشمس على مدار السرطان الذي يمر بأرض المملكة باتجاه شرقي غربي تعامد الشمس على مدار السرطان الذي يمر بأرض المملكة باتجاه شرقي غربي يقسمها إلى نصفين تقريبا الموقع الجغرافي وهو يؤثر في وطني المملكة العربية السعودية لما يأتي اتساع مساحة وطني وخلوه من المسطحات المائية مثل الأنهار والبحيرات حيث ساعد ذلك على سيادة الجفاف في معظم أجزائها اقتصار تأثير الخليج العربي والبحر الأحمر على السواحل المجاورة لهم لصغر مسطحهم المائي امتداد المرتفعات الغربية والسحار الرملية الضخمة أدى إلى منع المؤثرات الملاخية من التواجل إلى داخلها انخفاض دراجات الحرارة على المرتفعات الجبلية في غرب المملكة نتيجة للارتفاع ارتفاع معدلات دراجات الحرارة نسبيا على طول الساحل الجنوب الغربي لمملكة لانخفاض سطحه ووقوعه بمحاذاة البحر الأحمر وهبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية الدفيئة عليه أحيانا صفحة 96 الأمطار تهطر الأمطار في المملكة العربية السعودية بكل إلا في جنوبها الغربي ويسقط معظمها في فصل الشتاء وأوائل الربيع وأواخر الخليف أما في الجنوب الغربي من المملكة فتسقط الأمطار في جميع فصول السنة تقريبا وهي تتباين في كمياتها من فصل إلى آخر نشاط واحد يعذل الطلبة ما يأتي ارتفاع درجة الرتوبة في المناطق الساحلية الغربية والشرقية ارتفاع درجة الرتوبة في المناطق الساحلية الغربية والشرقية لماذا؟ لقربها من المسطحات المائية شرقا الخليج العربي غربا والبح الأحمر تفاوت نزول الأمطار في مناطق المملكة لماذا؟ لاختلاف التضاريس جفاف مناخ المنطقة الوسطى في المملكة جفاف مناخ المنطقة الوسطى في المملكة لماذا؟ لأنها منطقة داخلية بعيدة عن المسطحات المائية لذلك أثر عليها سلبا وأصبح المناخ هناك جفاف لأنها بعيدة عن المسطحات المائية اعتدال المناخ في المناطق الجنوبية الغربية لماذا المناطق الجنوبية الغربية بالوطني؟ بها اعتدال للمناخ لأنها مناطق مرتفعة لأنها مناطق مرتفعة إذن يا شباب هذا كان درسنا اليوم موقع وطني ومناخ وطني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته